يعطيكم العافية أهلا وسهلا فيكم بفكرة جديدة من قناة فكرة وطبخة مع أم أحمد فكرتنا لليوم إن شاء الله رح نحضر فيها هريس الشطة من غير ما نطبخها أو من غير ما يكون فيها أي كمية من السوائل هذا الفلفل الأحمر الحار أنا جبته وتركته بعد ما غسلته كثير منيح على صفاية تركته بالهوى ليتنشف تماماً تقريباً لمدة أسبوع وكنت كل بين فترة وفترة أقلبه على الوجهين بعد هيك قررت إنه أعمل منه هريس الشطة فالخطوة الأولى كانت إنه ضروري أمسحه بورق المطبخ حتى ما يكون عليه أي غبار وفعلياً أنا كنت مغطيته بشاش مطبخ بس إنه يدخل عليه الهوى والشمس هلأ بعد ما مسحنا شوفوا كيف القطعة العلوية مباشرة نتخلص منها لأنه هي رح تفك من أثر التجفيف لحالها وطبعاً بتأكد إنه كل حبة منهم جافة تماماً يعني أنا لو حملتها رح أحسها إنها طرية وما فيها أي كمية سوائل وهاي الخطوة اللي أنا عملتها كثير بتريحني وبتختصر علي إنه لما أطحن الشطة إنه يكون فيها كمية من السوائل أو إنه أطبخها كالطريقة المعتادة وطبعاً الطرق اللي أنا فرجيتكم إياها قبل هاي المرة كانوا طرق مختصرة وسريعة كيف إنه نحضر هريس الشطة بأسرع وقت ممكن نحفظه بمتربانوات خارج الثلاجة لفترة أكثر من سنة هاي الطريقة اللي أنا حكت لكم عنها السابقة رح أعط لكم إياها بسندوق الوسف هلأ بأكمل كل المقدار اللي عندي بس بنضفه كثير منيح من أي غبار إجت عليه لأنه كان يتعرض للهوى والشماس وبمسحه كثير منيح وبتخلص من الجزء العلوي وهون رح أستخدم مفرمات اللحمة على السن الوسط رح أحضر عندي وعاء وأبدأ أفرم الفلفل مثل ما هو على فكرة أنا مات خلصت هون من البذور اللي داخل الشطة حتى تزيد حدتها لأنه هاي الفترة بتكون الفلفل الأحمر الحدة فيه قليلة فأنا إذا بدي إياها حامية بترك البذور البيضة فيها حتى تزيد من حرارتها طبعا مباشرة أبلش أفرمها ومثل ما أنتوا شايفين ما شاء الله ما فيها أي كمية سواء اللي بتطلع ناشفة تماما وجاهزة حتى أنه أحفظها بمتربانات معقمة وهلأ رح أحكي لكم كيف رح نحفظ المتربانات بطريقة التعقيم طبعا أنا بعد ما فرمتهم انتبهوا هون إذا كان عليهم أي لون أسود مجفف نتخلص منه يعني ضروري يكون عندنا الفلفل لونه أحمر ما عليه أي نقطة من السواد تخلصوا منها بهد طبعا مع فرمتهم شوفوا كيف ما شاء الله بحاول أني أفرجيكم إذا فيها نسبة مي أبدا ما فيها أي سوائل هلأ ضفت لهم تقريبا ثلثين ملعقة من الملح وهي لا الكيلو وحسب راقبتكم طبعا بتتذوقوا شوفوا اللون ما شاء الله ما فيها أي كمية من السوائل طبعا بالنسبة للمتربانات قبل ما نعب فيها الشتة بنكون عقمناها إما بنكون غاليينها وحاطينها بمي مغلية وبنطلعها على الأقل عشر دقائق بعد ما تغلي الماي أو بنكفيها على صنية الفرن وبنشغل عليها لمدة خمس دقائق لتسخن من الداخل وخطوة ثالثة إذا بتحب تعقميها ممكن أنه تجيبي ورق مطبخ وتحطي عليه ملعقة من الخل الأبيض وتمسح المتربان كثير منيح وتركيب الهواء بصورة بسيطة وهيك بيكون عندك متربان معقم خالي من أي بكتيريا ممكن أنها تأثر على حفظ الشتة طبعا أنا عبيتها بمتربانات وضفت على الوجي ملعقة من زيت الزيتون حتى تحفظها وبكل مرة بدك تستهلك فيها ارجع يضفي لك ملعقة من الزيت أنا هون ضفت زيت الزيتون اختياري ممكن تضيفي الزيت النباتي هلأ هون مباشرة تكتري أنك تغلق المتربان بصورة محكمة الإغلاق وتتركي بره الثلاجة أو ممكن داخل الثلاجة لفترة كيف ما أنت بتحبيها الطريقة أنا بعتمدها سهلة وسريعة وبتعطيك نتيجة مميزة ما شاء الله بتحفظ فيها على اللون الأحمر المميز وبرضه هي طريقة سهلة وسريحة ما في داعي أن نترك الهريس الشتة بعد ما تحنناه بالهواء أو أنه نطبخه حتى نتخلص من أي كمية سواء الصحة وألف عفاف وإذا حبيتوا فكرة اليوم وعجبتكم بتمنى تدعموها بمشاركتها مع الصبايا على مواقع التواصل الاجتماعي أو التعليق عليها على اليوتيوب حتى توصل لأكبر عدد من الصبايا ويجربوا الفكرة بتمنى تكونوا مشتركين في القناة أو لو لسه أول مرة بتزوروا القناة يريد تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس على الكل ليصلكم كل فيديو جديد بنزل على القناة شكرا لكم على حسن المتابعة مني أنا أم أحمد من قناة فكرة وطبخة مع أم أحمد اشتركوا في القناة